السلام عليكم أصدقائي اسمي رامي وسأقص عليكم اليوم قصة من أغرب القصص التي عشتها بدأ الأمر معي عندما كنت أبحث عن منزل أوسع من الذي كنت أسكن به فأنا أعمل كموسيقار ومعظم الوقت في المنزل وأحتاج لمكان يسع آلاتي حتى أستطيع العمل عليها برحة كما أن لدي أسرة تتكون من زوجتي وولدي فكنت أحتاج بشدة لمنزل أوسع من هذا ولكن ما كان يعطلني هو ارتفاع أسعار المنازل في هذه الآونة بشكل ملحوظ ولا يتناسب إطلاقا مع المبلغ الذي أدخراه فوصلت البحث إلى أن تفاجأت بإعلان عن منزل يتكون من ثلاثة طوابق وبسعر زهيد بالنسبة لمساحته وعلى الفور اتصلت بالرقم الموجود بالإعلان وذهبت لرؤية المنزل كان فقط يحتاج لترميمات بسيطة فتعجبت من سعره وعندما سألت الباء عن سبب سعره القليل قال أن ذلك بسبب قدم المنزل فقط أحسسته يتهرب من البوح بسبب الحقيقي ولكن لا يهم فأنا حقا أحتاج هذا المنزل وعلى الفور وفي خلال أسبوع أتمنت نقلي من المنزل القديم ووصلت للمنزل الجديد وبدأت في ترتيب أشيائي وبعد عدة أيام كنا قد رتبنا كل شيء في مكانه واستعددنا للاستقرار بشكل كبير كان كل شيء على ما يرام في البداية ولكن ذات يوم وجدت زوجتي تقول بذلك حدث شيء ما ولم أود أن أقصه عليك لكنه تكرر بصورة مرعبة وأنا لم أعد أتحمل قلت وأنا متوجز ماذا حدث أقلقتني قالت أسمع دائما صوت خطوات بجواري ويتكرر الأمر بصورة يومية وأحيانا أشعر بأن هناك أنفاس بجواري قلت يا عزيزتي ماذا تقولين من الواضح أنه يتهيأ لك الكثير من الأشياء تحتاجين إلى تهدئة أعصابك هذه الفترة بسبب التعب من النقل ثم يا عزيزتي يجب عليك أن لا تقولي هذا أمام الأطفال حتى لا يتوهم شيئا ويرتعب انتهى حوالنا بأن غضبت مني زوجتي ولم تعد تقص علي شيء كي لا أتهمها بالجنون لكن الغريب أنه ذات يوم وجدت ابني وابنتي يركضان علي وهم يصرخان ومذعورين قلت ما بكما ما الذي حدث قال كنا جالسين في الغرفة وطلب مني أخي أن آتي له بقصة كي يكمل القراءة وظللنا فترة كلا منا يقول للآخر اذهب بل أنت تذهبي إلى أن وجدنا القصة تخرج من الحقيبة وتأتي باتجاهنا هذا الكلام بالطبع لا يصدقه عقل فأنا ابتسمت بداخلي لخيالهم الواسع لكني أظهرت أني أصدقهم وقلت انسوا الموضوع أحبتي هذا مجرد وه مر الموقف ولكن أسمعهم بين الحين والآخر يحكون مواقفا تحدث أمامهم وكيف أنهم يرون شبحا يتحرك وبدأوا يصفون شكله حينها تعجبت كيف يجتمعون على هذا الرأي جميعهم وكيف يقولون أن أشياءهم تظهر وتختفي أمامهم تظاهرت بأني لا أسمع شيئا لكن هذا الموضوع شغل تفكيري جدا وذات يوم صعدت زوجتي لغرفة النوم وأنا ما زلت في الطابق الأسفل أعمل على المقطوعة الجديدة وما إن مرت نصف ساعة حتى وجدت زوجتي تهرع ناحيتي وهي تصرخ وتقول يدخل في الحائط وظلت تردد الجملة وهي تبكي حاولت تهديئتها حتى أفهم منها ما حدث وما إن هدأت قالت شعرت بأقدام بجوار غرفتي فسألت من هنا ظننته أنت أو أحد الأطفال لكن الأقدام كانت تقترب بلا رد فتحت الباب لأرى فوجدت شخصا يجبه ظل يمر من أمام الغرفة ويصل لآخر الممر ولكن ما إن وصل لآخر الممر حتى دخل في نصف الحائط لن أستطيع العيش في هذا المنزل مجددا أرجوك تصرف قلت ألم تري ما أمر به وترين ظروفي وضعت كل ما أملك في هذا البيت وترميمه لا يوجد عندي قدرة لابتياع منزل آخر بنفس هذه المواصفات حاليا قالت إذن فلتفرح ببيت الأجباح الذي تسكن به هذا أنا لن أجلس فيه بعد الآن ثانية واحدة سأذعب لمنزل أمي وعندما تنتهي هذه الدراما سخيفة سأعود وبالفعل بمجرد حلول الصباح وجدتها تستعد للرحيل وأولادي يريدون الذهاب معها وبمجرد أن أذنت لهم فروا هاربين كأنهم يفرون من الجحيم حينها نفط كل هذا الهراء الذي كانوا يقصونه وركست على عملي وعلى استخراج المقطوعة الجديدة وفي الليل جلست ألحنها لكن في منتصفها نسيت جزءا مهما فأغلقت المسجل وذهبت لأعد شيئا أشربه حتى أستطيع إكمالها وعند عودتي وجدت الجزء الذي نسيته يلحى صعقت لكنني قلت لنفسي بالتأكيد أن هذا هاتف يردد داخلي وأنا من تهيأ لي أن أسمعه جلست قرابة ساعتين حتى استطعت إنهاء المقطوعات ثم خلت للنوم أغلقت الأضواء لكن وجدت ضوءا يخرج من موضع المفتاح في الباب ومن هذا الضوء يخرج خيطا أبيض وكان يقترب مني وأخذ يتشكل على وجه إنسان واقترب لدرجة أنه أصبح في وجهي مباشرة ذعرت حينها ولأول مرة أشعر بالخوف الشديد يعتريني لم أستطع فعل شيء سوى أني أمسكت بالهاتف واتصلت بزوجتي وقلت لها ما حدث ذعرت كثيرا وقالت ألم أقول لك ولم تصدقني فكر الآن ماذا سنفعل قلت لها لم يتبقى سوى حل واحد أرجوك تقبله وأنا أعدك إن لم يصلح سنترك هذا المنزل للأبعد قالت وما هو هذا الحل قلت سنستدعي شيخا يحاول حل هذا اللغز وطرد هذا الشبح من هنا وافقت وبالفعل جاءت في الصباح ولكن قبل أن يأتي الصباح مر علي هذا الليل كأطول ليل في حياتي ولم أستطع النوم وعندما جاء الشيخ وجاءت زوجتي وقرأ آيات وأدعي كثيرا لساعات متواصلة لم يحدث شيء كان السكون هو سيد الموقف قال لنا الشيخ في النهاية هناك أشباح تسكن هذا المنزل وتستأنس فيه ولا تود الخروج وهي غير مؤذية وإن حاولنا إخراجها فستكون مؤذية فإما أن تتعايش معها وإما أن تترك المنزل بسلام حينها وقفنا جميعا مذهولين ينظر كل منا للآخر بصمت ورحل الشيخ بعد كلام هذا الشيخ وإيماننا بوجود شبح في هذا المنزل كانوا جميعهم يفكرون في ما سيفعلون وكيف سيتعاملون مع هذا الشبح إلا أنا كنت أفكر في سبب وجود هذا الشبح ولماذا هو يحب هذا المنزل بالأخص؟ ولا يود تركاه زوجتي بدأت تهدأ بعض الشيء عندما علمت بأنه غير مؤذي وأنه فقط مستأنس بهذا المكان ووجدتها تقول للأولاد فلنعتبره شخصا يلعب معنا لعبة الاستكشاف وهو يختفي ونحن نحاول إيجاده فما رأيكم؟ وجدتهم بدأوا التحمس للفكرة ومرت الأيام ولم يعد أحد يصرخ عند ظهور شيء غريب أو رؤيتهم للشبح وهو يمر من الجدران إلا أنني وجدت ابني ذات يوم يقول بحماس عجيب لقد مررت بداخل الشبح أقسم لكم مررت من خلاله حينها أنا من زعرت وقلت له كيف حدث ذلك؟ قال كنت خارجا من الغرفة وجدته يمر من أمامي في الممر فجريت ووقفت في طريقه وقلت يا هذا من أنت؟ لكنه مر من خلالي وكأني هواء كيف ذلك؟ بدأ الموضوع يأخذ حيزا أكبر من هذا بداخلي وعقلي لم يتوقف عن التفكير خرجت لأتمشى قليلا بالخارج وأستنشق بعض الهواء قابلت رجلا وسنا ينزل من البيت المجاور لنا فألقيت عليه السلام لكنه نظر إلي بغرابة وقال أهلا بك وألقى بنظره للجهة الأخرى ومشى بسرعة تعجبت منه لكني أكملت طريقي وذهبت لأشتري بعض الأشياء للمنزل وعدت ولكن لم تكف قصة شبح عن ظهور برأسي أنا أؤمن بوجوده وكل شيء ومتأقلم معه ولكن ما سبب وجوده في الأساس؟ والشبح هذا هل يعود لإنسي أم لجني؟ ذهبت إلى المنزل وجدت أطفالي يلعبون بالحديقة وزوجتي تعد الغداء وكل شيء يسير بشكل طبيعي عندما انتهت زوجتي من تحضير الطعام ذهبت لأنادي الأطفال من الحديقة ليأكلوا طعامهم وجدتهم يلعبون ويحفرون في أرض الحديقة قلت لهم ألم أقل لكم مرارا وتكرارا أن تكفوا عن هذه الأفعال؟ هيا اذهبوا للحمام وغسلوا أيديكم جيدا كدت أن أمشي لكني لمحت شيئا يظهر منه جزء صغير مكان لعبي أطفالي ذهبت لهذا الشيء وحفرت شيئا بسيطا ووجدتها أوراقا مغلفة قديمة جدا وعليها تاريخ مر عليه أكثر من ثلاثين عاما وتثبت ملكية هذا البيت لشخص آخر ولكن أوراق مهمة بهذا الشكل لماذا يدفنها صاحبها في حديقة المنزل؟ حملت الأوراق وذهبت واحتفظت بها في خزانتي وفي نهاية اليوم عزمت على التحدث لبائع هذا البيت فاتصلت به وقلت أريد معرفة من كان يملك هذا البيت قبلي قال لا أعلم يا أستاذ قلت كيف ذلك؟ ألم تعرف ممن اشتريته لتبيعه لي؟ قال سيدي لن أتذكر كل شخص تسلمت منه منزلان فأنا أعمل كسمسار وأبتاع منازل من أناس كثيرين وابتعته من مالك منازل آخر أي أنه ليس منزله أيضا شكرته وأغلقت الخط الأوراق التي وجدتها تقير بأن مالك هذا المنزل كان يسكن هنا فيما يزيد عن العشرين عامات ولكن هل لم يسكن بعده أحد؟ يعني برغم موقع المنزل المتميز وسعره الزهيد ألم يتحمس أحد للعيش به؟ ما السبب وراء كل هذا؟ حينها تذكرت نظرة الرجل المسن جارنا وقلت لنفسي لا بد وأنه يعرف شيئا عن هذا المنزل فذهبت إليه وطرقت الباب وفتح لي ونظر إلي نفس النظرة التي نظرها لي سابقا فقلت له من فضلك أود أن أسألك عن شيء هل تسمح لي؟ وجدته يقول في الغالب عرفت ما تود السؤال عنه قطعته لأنني أحسست أنه كاد يرفض فقلت له أرجوك الأمر ضروري وطالما أنك تعرف فلتخبرني في النهاية استسلم الرجل لي وأدخلني بيته وقال ما الذي تريد معرفته بالضبط؟ قلت كل شيء قال بني هذا المنزل منذ عشرين عاما بالضبط ولم يوافق أحد على العيش به رغم مساحته وموقعه وسعره الزهيد قلت ولما لا يرضى أحد؟ قال قصته طويلة قلت أنا أستمع قال منذ ثلاثين عاما أو يزيد اشترى رجلا غنيا هذا المنزل وكان يعيش فيه بصورة طبيعية ولكن كان لديه سائقا دائما ما يتشجر معه فانتهى به الحال لطرده وعين آخر مكانه ولكن للأسف هذا الآخر كان صاحبه واتفقوا سويا على سرقة هذا الرجل فقد كان غنيا وبما أن للسائقين غرفة في حديقة المنزل استطاع الآخر أن يتسلل بسهولة عن طريق غرفة صاحبه وفي منتصف الليل فتحوا باب المنزل ودخلوا غرفة هذا الرجل لسرقة بعضا من أمواله ولكن للأسف كان هذا الرجل مستيقظا فلم يعرفوا كيف يهربوا من جريمتهم فقتلوا مات ودمه ظل في غرفته عدة أيام ورويت أشياء عديدة عن أن روحه ظلت حبيسة الدم لفترة ولم تغادر المكان ورويت حكايات وخرافات أخرى لكن الأكيد أنه عندما اشتراه أحد بعد موته كان يرى شبحه دائما وكثيرا منهم يفرون صاريخين في الشارع وظلت هذه الحادثة تتكرر حتى أنه عند وصول مالك جديد للمنزل كنا نعرف أنه سيرى شبحه وسيفر هاربا وانتشرت حكاية المنزل ومنذ ذلك الوقت لم يشتريه أحد غيرك تركت هذا الرجل بعدما عرفت كل ما أردت معرفته وعند وصولي للمنزل رأيت صورة الرجل الذي قتل في منتصف الأوراق التي كانت متفونة وعندما رأيت صورته علمت أنها نفسها صورة الشبح الذي أراه كل يوم وحينها كنت قد كشفت كل الأسرار ولكن رغم هذا لم أترك المنزل وقل ذعري تدريجيا في كل مرة أراه فيها وكذلك زوجتي والأولاد حتى أنه أقل ظهوره جدا وعشنا بسلام وكأننا لم نعرف شيئا هذه كانت قصة الغريبة وأنت هل لديكم قصة غريبة تشاركونها معي؟